موسيقى حنال سعودي حنال الفخر دربوا دليل هذه صحارينا العريضان انتميل عروقها حنال سعودي موسيقى موسيقى هل همه المتماكنه والعزم والصبر الجميل نبني صروح شاهقه ما في صرح جوقها متفرده يا دارنا ملك شبه لا مثيل صناعة الإلهام للعالم عليه حقوقها موسيقى 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 أهلك موجودين هنا؟ نعم ما شاء الله يعني أنت جاي أنت والعائلة يعني أنت برضو مع العائلة هنا ما شاء الله عليكم تجون كل يوم هنا ماذا تحسين وانت في ذا المكان؟ يوم قاعد تجيوا ست ساعات تشتغلين بدون مقابل أحس بمشاعر جدا عظيمة يعني الشغل تروح له يعني تنتظر أجر معين تنتظر راتب معين هنا ما تنتظر شيء تنتظر بس الأجر من الله لأننا يوم استقبلنا براءات وزعنا وزعنا على المحتاجين وانت توزع تشوف تسمع على وجه المحتاجين تقل دافئ تقول ليش مجيت من قبل قبل 12 سنة انطلقت مبادرة من مجموعة شباب كان الهدف عندهم أنهم يأمنون كسوة للأسرة المحتاجة ولكن هذا الهدف بعد تجارب كبيرة تطور وأصبح محكم أكثر وأصبح الإبداع فيه أكثر هذه المبادرة تحولت إلى جمعية وخلال 12 سنة صار فيها إنجازات جدا كبيرة اليوم وصلوا مرحلة عالية جدا من الحوكمة والإتقال وأيضا تحديد الهدف ورفع كفاءة الجودة والأمن في المستوى الخيري والتطوعي للأسرة المحتاجة فتعالوا أوريكم اليوم حملة دفئ أو مبادرة دفئ اللي سلوغن حقها لك حق تختار وبعلمك ليش لك حق تختار في آخر هذا التصوير خروح لمنطقة الفرز هذه المنطقة الأولى منطقة الفرز اللي يبدأ فيها استقبال التبرعات بحالتها مثل ما تجم المتبرع زي ما نشوف فريق العمل لما يستقبلها يبدأ في فرزها حسب نوعها هل هي نسائية رجالية أطفال أو حتى تفاصيل دقيقة أكسسوارات أحذية زي ما نشوف أحد النماذج هذه الفرز تم فرزها فقط على مستوى الأحذية حتى تنتقل لاحقا إلى قسم الأحذية اللي عمل عليها بشكل مباشر بتفصيلاتها يعني قسم الأحذية اللي بيشوف كيف أنه مفصل هل هي رجالية أو نسائية مناسبات أو خاصة بتشوفون كم مقاساتها كل شيء وعملية التنظيف والتعقيم الدقيقة لكل قطعة وهذه ينطبق على جميع الأقسام اللي بيشوف إن شاء الله وهنا أنت تطلع هل هي صالحة أو غير صالحة فموًا تنتقل للقسم صحيح طيب وش القسم اللي بعده؟ الآن بيشوف القسم الأول القسم النسائي واللي في أيضا تفصيلات دقيقة مثل الجلابيات العبايات البلايز التنانير وغيرها بما في ذلك المقاسات حنا حاليا في القسم النسائي في أحد الأركان اللي هو ركن الجلابيات والبجايم في البداية ركن الجلابيات البجايم ينقسم إلى قسمين ركن الجلابيات وركن البجايم البجايم نقسمها إلى بجايم صيفية وبجايم شتوية وبجايم عرائس وعندنا القسم الآخر اللي هو الجلابيات قسم الجلابيات صيفية جلابيات شتوية وفروة وينقسم كل قسم إلى جودة الثاني الجودة الأولى والجودة الثانية وش الفرق بين الجودة الأولى والثانية؟ الجودة الأولى اللي هي تقريبا القطع اللي تجينا جديدة أو شبه جديدة يعني ما اللبست أبداً الجودة الثانية اللي يجي فيها عيوب بسيطة جداً ما تباين يعني ولكنها تلبس لكنها تلبس يا سلام هذا القسم قسم خاص بألعاب الأطفال تفرز يطلع منها التالف ويخلون الشيء الصالح للاستخدام لكن الشيء الرائع في هذا المكان بعد عملية الفرز هو تعقيمها وتكيسها أيضا بعد التعقيد فلو شفنا هذه الألعاب مكيسة معقمة بعد لمس الأطفال فتكون صالحة للاستخدام بشكل دقيق جدا ألعاب موليد ألعاب متنوعة ألعاب بنات وألعاب كذلك أولاد اليوم التبرع ما عد صار مقتصر على التبرع بالدم أو المساهمة في بناء مسجد أو حفر بير ماء في دولة فقيرة بعيدة التبرع اليوم صار يخدم أهداف كبرى تنموية تغير من مستوى جودة الحياة عند المستفيدين على الطاري الساعات أنا قاعد شوف هنا ساعات مرة فخرة ما شاء الله حلوة بس قال لي ريانته و قصة عجيبة يقول في وحدك تبرعت بساعة قيمتها 30 ألف ريال الرهيب مبهنة الرهيب اللي استفادت منها عروس من أسر محتاجة والعروس هذه استخدمتها في زواجها وبعدها نفس العروس هذه من أسر محتاجة تبرعت فيها لأحد ثاني لأنها أدركت فعلا قيمة الحاجة لهذه الساعة و قديش يتغير في شكل الوحدة في زواجها أنا لابسة والله ساعة فخمة و زي كده فصراحة أثرت بمر القصة كثير وهذا دليل أنه اللي يجي هنا ترى شيء مبعادي تلا تتوقع أنها مجرد ملابس أو أكسورات أو حاجات بسيطة يتبرعون فيها لا تتوقع أن الناس تتبرع بأردة ما عندهم طرح في ناس كثير عندنا فيهم والخير والبركة يتبرع بأجمل وأروع ما يملك حتى ولو كان غالي بسهو ما يحتاجه فخلي أنا أروح وأعطي أحد يستفيد منه فالله يجزاهم خير كل من تبرعوا في هذه الحملة و في غير هذه الحملة جينا عند واحد من أهم الأقسام في هذه الحملة العظيمة قسم الجزم تكرمون تجي الجزم ولكن يطلعون الصالح منها و يطلعون التالف منها ولكن إذا جينا عند الصالح ترى ما يعطى بشكل عادي بشكل بسيط لا 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 في قبلها جلسة تنظيف عميقة جدا معي هذه الأدوات هذه للتنظيف اللي تحت الجزم وهذه أطلع القطع اللي ناشبة مثلا حجر أو شي تحت الجزم وهذه اللي تنظيف الأطراف و معي فوطة و معي موية و معي هذا اللي ينظف كل شي و معي هنا كذلك و يبدون ينظفون الجزم و يمسكون الجزمة وتنظيف عميق جدا 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 بحيث أنها ترجع ما نقول جديدة ولكن شبه جديد وبعدها يفرزون الجزم و يعقمونها و يكيسونها ثم يحطون على كل وحدة مقعسها فبعدها لما تعرض في المعرض يجون الأسر المحتاجة و يأخذون الجزم على حسب المقعس و يتنقل وش اللي يناسبهم و يناسب ذائقتهم منها هذا مستوى عالي جدا من الإحسان واللطف و الرقي في التعامل مع الأسر المحتاجة التحول الرقمي اليوم ساعدنا كثير في سهولة الوصول للمستحقين عن طريق التطبيقات اللي موجودة على جوالاتنا كلنا و خاصة أنها مربوطة مباشرة بتطبيق نفاذ و اللي يخليك متطمن على سرية بياناتك و هذا الشيء ساهم بشكل مباشر في استمرار عملية التبرع بشكل رائع مثلا الحالة اللي مسجلة على فرجة موثوقة لأن الملف مرفوع من وزارة الداخلية أيضا عندنا المنصة الوطنية للتبرعات تطبيق تبرع أكثر من 6 مليون عملية تبرع 373 فرصة متاحة و متنوعة مبادرة الدفع سلوغن حقها لك حق تختار وش فكرة هذا السلوغن؟ جمعية كسوة فرح لقوا أنه كل فرد موجود من أفراد الأسر المحتاجة ضروري أنه يكون له حق يختار له حق يختار اللون اللي يعجبه له حق يختار القطع اللي تعجبه له حق يختار المقاس اللي يعجبه وينقي اللي هو يبيه لذلك صارت هذه المبادرة واختتموها بطريقة عرض راقية جدا في معرض وكانك داخل مول تدخل وتشوف طريقة ترتيب جميلة إبداعية يدخلون هذال الأسر ويلقون قطع نظيفة مرتبة معلقة بشكل راقي ويختارون منها حسب احتياجاتهم شكرا لهم على هذا الجهد العظيم هذول الأربعمية اللي موجودين هنا اليوم متطوعين في هذه المبادرة ما نشوفهم إلا جنود يخدمون فعلا الأمن في القطاع الخيري وفي القطاع التطوعي وهم اللي يكونون سبب رئيسي بعد توفيق الله في استدامة العطاء أكثر من ستة مليار ريال لحوالي 2600 مشروع لدعم وتنمية مجتمعات وكل هذا طالع من جهة واحدة فقط السعودية لها دور تاريخي في العمل التطوعي والعمل غير الربحي وأصلا هو جزء من الثقافة مرتبط باستقبال ضيوف الرحمن في مكة والمدينة عبر التاريخ بكون المملكة أصلا لها دور ريادي في المنطقة إقليميا وعالميا عندنا في السعودية اليوم خير نموذج لوجود الأوقاف والجمعيات الأهلية هنا بنشوف تجربة مختلفة بعرج عن مركز همايا هو مركز متخصص لتدريب المتطوعين والمتطوعات حال فرصة التطوعية الفنية والإدارية يا سلام إحنا من انطلاق المركز وجدنا أنه طاعة الثالث تحدث مركز التطوعيسكاني عدا موجود مركز متخصص في تهييل المتطوعين عن فرصة الفنية من أعمال السباكة من الديهان من التكسيم من الإجارة من أعمال التكييف من هالمنطلق إن شاءنا مركز يا سلام واليوم احنا متواجدين في أحد المشاكل يعني الهدف مو بس أنكم تساعدون الناس الهدف أنكم تساعدون أيضاً اللي بيساعدون الناس بفضل كيف تشوف تأثير هذا الشيء على الطلاب اللي يشتغلون معكم؟ مفهوم العمل التطوعي بترف صح مفهوم العمل التطوعي صار الطلاب يتداولون ما بينهم على الفرصة التطوعية وتنفيذها أصلاً صار خلينا نقول العمل التطوعي صار ترفيه في حلقة تكاملية بين الكثير من الوزارات عشان تحقق أعلى معايير الجودة العلاقة بين العمل التطوعي والتنمية علاقة تعتبر طردية كل ما كنت قادر على تنمية العمل التطوعي كل ما كان أفراد المجتمع أكثر تماسك وأكثر حفاظاً على القيم وعلى العادات الرائعة لهذه الأسباب تهتم المملكة بالقطاع غير الربحي كون أحد الممكنات وأحد برامج رؤية 20-30 ثقافة العمل التطوعي تبدأ من البيت من الأم والأب من هذا الكيان العائلي المميز هم اللي يغرسون في عيالهم هذه العادة أو هذا الطبع أو هذه الصفة الرائعة الحميدة وفرض أنها تكون موجودة في كل بيت لأن بعدها تبدأ تقيس الأثر على مدى حياتها بشكل عام من يومه صغير يبدأ يتعود دائماً أنه يعطي في كل شيء يعطي يتصدق يعطي يساعد يعطي يعاون يعطي يقدم عمل تطوعي مختلف من المنازل من ثقافة الأسرة من داخل هذه البيوت الدعم الأساسي لهذا الأبن غير الأسرة هو قطاع التعليم فهذا في النص الأسرة تعطي من جهة التعليم يعطي من جهة الحد ما ينشأ لنا ابن مميز جداً عنده قيمة عطاء جداً عادية تعود عليها يمارسها طول حياته حد ما يوصل للمرحلة الجامعية في الجامعة عادة الطلاب يتميزون أكثر في الأعمال التطوعية والأنشطة الطلابية المميزة في نعم كثيرة اليوم في حياتنا واحدة منها هي التقنية لأنها اختصرت علينا كثير سهلت علينا كثير وفتحت لنا باب للعلم أوسع وكل نعمة لها أسلوب للحفظ فهل سألت نفسك في يوم سؤال إيش اللي يحفظ لنا نعمة التقنية؟ تعال وريك حنا في ارتقاء ارتقاء الهدف الأساسي منها هو أنها تجمع عدد كبير من الأجهزة غير المستخدمة واللي ما يستفيدون منها كثير من الأشخاص أو حتى من الجهات تجي هنا عند ارتقاء ليعاد تدويرها أهلا وسهلا سهلا سهلا عمر أهلا وسهلا سهلا سهلا وشي ارتقاء وش تسويه؟ طيب ارتقاء مؤسسة غير ربحية وهي الوحيدة في المملكة المتخصصة في مجال استقبال أجهزة الحاسب العالي سواء من الجهات الحكومية أو من قطاع الخاص ومن الأفراد كذلك لتعيد تأهيل الصالح منها وتوزعه إلى الجمعيات الخيرية والمدارس الحكومية في المملكة مئة وستة وسبعين ألف جهاز استلمتوا عدتوا تدوير ستة وسبعين ألف جهاز نعم توزعت بالكامل صحيح وزعنا إلينا اليوم تقريبا ثمانين ألف جهاز حاسب آلي أكثر من أربعين ألف جهاز راح إلى قطاع التعليم والباقي راح إلى القطاع الغير ربحي قطاع الغير ربحي اللي هو مثلا أشخاص محتاجين عن جمعيات خيرية مسجلين تعطونها الجمعيات والجمعيات تستلموا وتتوزعها عليهم صحيح إحنا دورنا ينتهي بمنح الأجهزة إلى الجهات المستفيدة سواء كانت جمعية خيرية جمعية تعاونية وهي بدورها وبحسب طلبها للأجهزة في بعض الجهات تطلب الأجهزة ومش لغرض مستفيدها تطلب الأجهزة لتأسيس معامل إدارية تطلب الأجهزة إلى الاستخدام الإداري للجهة فنحن نقدمها لهم وهم بدورهم يتصرفون فيها بالطريقة اللي يحتاجها فيه اشتراطات معينة للجهاز ما تستلمون أي شيء لا نستلم جميع الأجهزة طبعا ما خفيك فيه تحديات كبيرة نواجهها في تأهيل هذه الأجهزة لكن نحاول أن نحن نتوافق ونوفق بحسب طلبات المستفيدة ما يقتصر الدور التنموي على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع يمتد الأثر عشان يستفيد الجميع من برامج الدعم المقدمة من كل الجهات المختصة نشوف اليوم كثير من الجهات تعمل على تطوير القطاع غير الربحي في الشركات الكبرى خصوصاً على سبيل المثال STC الشركة الوطنية للإتصارات استفاد أكثر من عشرة مليون شخص من برامج القطاع غير الربحي عن طريق التمكين التقني في عام 2023 فقط ما شاء الله والله عيد الضخم وفيه أكثر من ممر اي لو هذه الأشياء رميت في الزبالة وش مصيرها؟ لو رميت في الزبالة أو راحت المرادم هذه لها أثر بيئي بشكل ما تتصوره ولها أثر صحي كذلك على صحة الإنسان فهنا وجدت فكرة ارتقاء لسد الفجوة الرقمية والحفاظ على البيئة فنحن نجي نقول للجهات هاتوا جزتكم الزايدة نحن بنتصرف فيها بأفضل ممارسات إن شاء الله نحن عندنا مستهدفات سنوية ونحب دائما أن نحن يكون في عندنا مستهدف أسبوعي مستهدف شهري للفترة الزمنية التي تقعد فيها الجهاز ويطلع من المستودع يروح للمعمل ينتهي خط إنتاجه يجهز الجهاز بنوريكم إيها الآن بالشكل النهاي ارتقاء أول ما يستلمون الجهاز من الجهة أو من الفرد يتكون حالته حالة سواء مغبر أو يحتاج لبرمجة أو يحتاج لأشياء وبعض الأجهزة تكون حالتها جيدة بشكل رائع وتقدر بس تعدل عليه تعديل بسيط وتسلمها لكن أغلب الأجهزة تجي بهذا الشكل يستلمونها بعدين يسلمونها كذا لو أنا الآن عندي جهاز كيف أقدر أتبرع لارتقاء وأعطيهم جهازي طبعا نحن عندنا قناتين رئيسية للتبرع القناة الأولى وهي الموقع الإلكتروني القناة الثانية عن طريق التطبيق يدخل الفرد يسجل بياناته يسويه لأكاونت يرفع طلب تبرع يروح سمسا إلى باب بيته شريكنا اللوجستي وينما كان في المملكة بدون ما يدفع على ريال يأخذ منه الجهاز ويوصله لجميع الارتقاء لا سلام عن طريق التطبيق عن طريق التطبيق أو الموقع طيب ولما تسلمون الأجهزة لا تسلمونها أفراد تسلمونها فقط جهات صحيح والجهات تسلمها أفراد مرتبطين فيها صحيح أيدي العطاء والخير في المملكات تطلع من أصغر شخص عندنا إلى أكبر المؤسسات والشركات الكبيرة المبادرات حملات برامج وتفاصيل كثير منها مو ظاهر للعالم بفضل التطور الرقم اليوم صرنا نشوف كل شيء سهل وموثوق وآمن بضغطة زر وانت في بيتك توصل للمحتاج سواء داخل أو خارج السعودية كل اللي انت ودك تتبرع فيه وهذا شيء رائع جدا مفيد مثمر للناس وصاروا الناس متكاتفين أكثر متعاونين أكثر متبرعين أكثر لدرسة أنه فيه ناس أصبحوا يشتركون بالاشتراكات التقنية اليومية اللي صار يقدر كل يوم يتبرع بشكل آلي بالخلال جدوله وحاطة سواء في إحسان أو في أي منصة حكومية اليوم مرتبطة بالعمل الخير شكرا لكل إنسان يساهم اليوم في تطوير ورفع من مستوى الأمن الخيري عندنا عشان الناس تقدر تحقق مستهدفاتها من خلال التبرعات ومساعدة كل المحتاجين شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة